ما بين ورد ولا بتنسى بسنين أنا جديد أنا جديد اللي حرق ألبي وأتل أولادك الجماعات ومنع الصراحات طوصة بالإباعات وكانوا لا يحرق ألبي يحمل أولاد ميتين للشرافات ليندفنوا تحت ترامل الجماعات وجن في المعهوم الآهات والصراحات وجن في المعهوم الآهات والصراحات أنا شيكك تعباري كتير يا شنين شوفي في أشبياء ما في نظر صح أدلوا بقلب الحياة ومنعوا بحطهم للنظر أنا يا دكتور أنا يا دكتور غهتم وليجر لا هد ولا بيهن ألف دكتور بيتك بيهدري عاش سجل سجل وكتب عندك على هالورقة وحدي كله تتطف معرفة حبله ومكيف بيتها ولا تنشره وحدي في بيت سكك جليل جليل ما بدها تسمع الأمين لأنكم حرأوا تكونوا مسلمين حرأوا تكونوا من عمة سيدنا محمد الأمين طبعاً ميت أحد الزهرات والسيارات والمؤتمرات إلكم بيكفلكم خيادات بيكفلكم خيادات الناس من شمسنا شريعاً الناس من كل أولاد فلسطين بس أنتم خليكم متفرسون خليك من الثامنين يمو نفرس ببرب العالم سلوانك أحكي لدكتور أني لدي أحلاج بمعرفة جميل والصفات أخوضة رح أحكي قبلها الزيادوكتور أني يا دكتور جرحي جديدي دوئيك شايفي مختصر قصتي تتلخص بشعب ما لتعرف ما لخاضر ولا ماضي شعر يدريسي كل آتا في تاريخ فلسطين صار ألمف نوالات وحكيات وحتى إيرانيا حول مزعوم المؤثثة أنا سلوان أنا سلوانة اللي بطولي على تبنشد الأقصر أنا اللي بحطن الأشعة اللي بتنعكس من البودس أنا اللي بعتني فيها بتمتع بجمالها بس لما ما عرفوا بس لما ما عرفوا كيف بدهم ينصلون للبخ مينك رح يحتلوني منه قاموا وقلفوا قصة قاموا وقلفوا قصة وقالوا إنه بساني بساني لما نقلهم وطبعا كل العالم بيشهد تحلي في رويتهم وما حدا وما حدا يدري وطيف في وجه تحديتهم بدهم يسعوا بد الطابع الإسلامي ويسبق أراضي بسبحة يهودية وينوتوا الدب الطاهر اللي بيجرف أعواني وينتلوا أهمي حجة بساني الملك شو بتستنوا يا عرب لك شو بتستنوا يا عرب بك بيهد المشد الأقصى بك بك بيهد المشد الأقصى ويقول لهم الملك في بعلوبكم نابر وينك في بعلوبكم نابر أنا ما عاد بني أحكي أكتر أنا ما عاد بني أحكي أكتر بس أولادي رح يضل صعب بيه وربنا الواحد اللي معانا وربنا العزة وربنا العزة بس لازم ما أطحب أولادك يا فنسطين بعرف بعرف يا دكتور ما أقرأت ما لك لو بس لازم لازم تعرف شوف كروحي بها البنان لحتى تقدر تلايه لدو ما زرنا أصار دولي ومرا ينسل شي من أياك تعجب صبرك معكم لا يا حكا يا بدي أمامك جيب فراحة أدفتو صلو الألب كلاني هرعين الله يعيدكم من أبيكم هلأ صار دولي أنا مش هادرا سمت أكثر ما ديش ترق كل ما شاهدوا عن روحانة والشفين كل يا اسمع يمكن حسني إحنا أقلوبهم كما حرق قلبي أنا نمزت أنا متى الأولاد وما بدي أحكي التفاصيل كلكم شفتوها وإن كان حكيتوا عليها بس أنا بدي أحكي شك أنا أقلوب أكثر من أولادي أنا اللي أولادي ماتوا واحد برق تاني وما اللي ماتوا درهم قادين ومسوانين وكان دولي معنا خيار يتفرجين لما حنوا عليهم حسنوا علينا بعثوا لنا معونات لكي تتوضع بعضوا يا دكتور تعرف شو بعثوا؟ لما بعرف شو بعثوا بعثوا شو بعثوا بعثوا شو بستينكار مجارنا المصري سكر بيننا وبين النفاة اللي كانوا مكنوا لدينا ومنهم وفر عشان يحموا أطفالهم بس وين بدو يروح من سؤال رب العالمين وين بدو يروح من سؤال رب العالمين شعبتوا لولاد فلسطين ما بدنا شو بستينكار ما بدنا شو بستينكار ولا تغطوا مددنا على الأخبار بكفي تبتلوا دوري تحرار تعرف يا دكتور؟ ما عندك دو ولا دماضات شخي شو الحساكين ينالين وينتوا خليكم يتفرجين عشان إن ربك بيل وشفة بس رب العالمين ما عليش يا حكا ما تخليك صابق وميد من الله ورح تتحرم كلسطين نحن يا حكا لا تحسنك لشانا اللي بدل أخسن لشانا اللي بدل أخسن وانا ما عملتش أخسن منه لشانا اللي بدل أخسن وانا بكل فخر بحسن أني العم صابق لشانا اللي بدل أخسن أنا صغاري الحزينة شبارعي باكت أنا قلم المرشو أنا العيوني بتمكي دمع لما ما بسمع الأذان يترفع بالمسجد الأخصى أنا العيوني بتمكي دمع لما أولادي ما بيحضر يدخلوا المسجد الأخصى أنا ما بتتثوروني بالمجازب ولا تبكوا علي لما تشوف الشهداء بشوارع بلا تغلوا أغاني أغانيكم سمت هذا ودموركم ما صقت قلبي ولا ضفت نار مكاني أنا بنتي تسحو أنا بنتي تسحو وتعب ورف لنصرت من ثلاثاتكم هلقنا صدي وهدول ملا وولادي ما بيخون وطنه لأنه اللي بيخون وطنه بيخون عرده وربنا رب العزي وعدنا وعد شباب ألا إننا مصر الله قريب ألا إننا مصر الله قريب ألا إننا مصر الله قريب هذا وعد شباب وهذا شعب ما بيعرف إليه الانتصار شكرا شكرا شكرا